الرئيس السيسي يفتح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء ويشهد عربا جويا في سماء مطار العالمين الدولية على هامش زيارته لفكينيابة عن الرئيس السيسي مدول يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ويحضر عشاء عمل رسمي مصر تؤكد رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب تأجيج الاحتقان في المنطقة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينيتش تشرية أخبارية مفصلة تلكم من التلفزيون المصري أهلا أهلا بحضراتكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء عشرين أربع وعشرين في نسخته الأولى بمطار العالمين الدولية وتفقد الرئيس السيسي أجنحة ومعرضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض كما توصت الرئيس صورة تذكارية مع المشاركين فيه هذا ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي بمشاركة ثلاثمائة شركة واجهة من مصنعي طائرات وصناعة الفضاء حول العالم تمثل أكثر من مائة دولة إلى جنب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا جويا بمطار العالمين الدولي على هامش افتتاحه لمعرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء عشرين أربع وعشرين حضر العرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة فضلا على عدد من الوزراء ورجال الدولة وممثل الشركات والدول المشاركة في المعرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ظهرت المدرعتان استيمئة واستي خمسمئة في معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء وسط حضور كبير من الزائرين من مصر ومن مختلف الدول العالمية المشاركة وجذبت المدرعتان انتباه الحضور لقوتهما ولكفاءتهم المميزة فهما من انتاج وزارة الانتاج الحربي المصرية داخل مصنع مائتين الحربي ومقاومتان للألغام والكماء كما تأتي المدرعتان بشركة اجنبية حيث ان نسبة المكون المحلي بها تشكل نحو 50% اما التصميم والتركيب والتنفيذ فهو 100% مصري بجانب الالكترونيات والبرج القتالي العامل بالتحكم عن بعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسيسي وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الى العاصمة الصينية بكين وذلك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي تشهد مشاركة مدبولي في القمة برنامجا مكثفا من الفعاليات حيث يحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى وعددا من الجلسات رفيعة المستوى ويلقي كلمة خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء ومن المقرر ان يعقد رئيس الوزراء عدة لقاءات مع مسؤولين صينيين وافريقا الى جانب مقابلات مع مسؤولي شركات صينية بارزة من بينها شركات عاملة في السوق المصرية كما سيشهد خلال الزيارة توقيع عدد من الوطائق المهمة المتعلقة باستثمارات جديدة او قائمة اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على اهمية تعزيز التعاون والتبادل بين مصر البرلماني والصين بشكل منتظم باعتبارها احد اهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وخلال اجتماعه مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال عشاء عمل اكد رئيس الوزراء ان مصر تنظر الى الصين بوصفها مثالا يحتذا به في مجال البناء والنهضة العمرانية وان بكين تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مواجهة الازمات الدولية الراهنة وشدد مدبولي على دعم الحكومة المصرية للشركة الصينية العاملة في مصر حيث يحرص على زيارة مشروعتها بمصر ومتابعة سير العمال بها وتدليل العقبات امامها في رسالة واضحة لدعم مصر لتلك المشروعات شاهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطورا ملحوظا بفضل توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز التعاون بين البلدين وقد تم توقيع اربع اتفاقيات لتوسيع منطقة تيدا مصر الصناعية بمساحة ثلاثة كيلو مترات مربعة جديدة مما يرفع من اجمالي الاستثمارات الى اكثر من ملياري دولار شراقة اقتصادية قوية وتبادل انتجاري فعال بين مصر والصين يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ما يفتح الباب امام المزيد من التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل ما تقدمه مصر من تسهيلات وحوافز للاستثمار لتشهد تلك الشراكة انطلاقة قوية منذ اكتوبر الماضي وذلك خلالا عقاد منتدى الحزام والطريق في بكين والذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي مشاركة ووجد في نهاية المطاف بحزمة اتفاقيات من بينها توقيع اربع اتفاقيات تتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة ثلاث كيلو متر مربع لاقامة منطقة صناعية اضافية في المنطقة الصناعية بالسخنة لتضاف الى مساحة منطقة تأتيد مصر التي تبلغ سبعة فاصل ثلاثة من عشر كيلو متر مربع وتخطت اجمالي الاستثمارات بها حاجز الاثنين مليار دولار ايضا شهد التعاون المصري الصيني توقيع على ثلاث اتفاقيات اطارية باستثمارات تصل الى 755 مليون دولار كما تضمنت الاتفاقية انشاء مشروع لانتاج موسير حديد الدكتايل داخل تيدا مصر لانتاج 250 الف طن من انبيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل اساسي لتغطية احتياجات امدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الاولى وكذلك اقامة مشروع لانتاج الزجاج المسقول بقدرة 800 طن يوميا وخط انتاج للزجاج المدلفين بقدرة 800 طن يوميا باستثمارات 500 مليون دولار توفر من 600 الى 800 فرصة عمل اتفاقيات التعاون ايضا شاملت انشاء مشروع مجمع الصناعي للبروم والمعالجة العميقة في مصر باستخدام مياه البحر المركزة او محلول ملحي من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام باستثمارات 110 مليون دولار اشتركوا في القناة اكد الرئيس الصيني شي جونبينغ ان الاتحاد الافريقية راية توجه وحدة افريقيا ومنصة مهمة للتعاون الدولية مشيرا الى ان صين تدعم الاتحاد الافريقي في لعب دور اكبر في تنمية الصداقة الصينية الافريقية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مسافقي في بكين واوضح بينغ ان الصين مستعدة لمواصلة تحقيق انجازات اكبر في مختلف المجالات في تعاونها مع الاتحاد الافريقي والارتقاء بمجتمع المستقبل المشترك بين الصين وافريقيا الى مستوى جديد قال مبعوث الصين الخاص للشؤون الافريقية ليو يوشي قال ان قمة منتدى تعاون الصيني الافريقي ستتبنى خطة عمل تمكن الجانبين من تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة العالمية والامن والتجارة والاستثمار على مدار السنوات الثلاث المقبلة واشار المبعوث الصيني الى ان تعاون بين الصين وافريقيا يعد مثالا للدعم والتكامل المتبادل ان الصين وافريقيا متكاملتان الى حد كبير فيما يتعلق بمزايا التنمية ذلك ان افريقيا تتمتع بموارد طبيعية ثرية وحصص ديمغرافية ضخمة كما تتمتع بوتيرة تحضر متسارعة الصين من جانبها تعمل على تعميق الاصلح وتعزيز تحديث النموذج الصيني نعمل ايضا على تعزيز نموذج انمائي جديد ونروج لنموذج تنمية عالي الجودة تتمتع الصين بمزاياها من حيث رأس المال والتكنولوجيا وخبرات التنمية التقى للفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله رئيس اركان قوات السلطان المسلحة بسلطانة عمان والوفد المرافق له تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التقى الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس اركان قوات السلطان المسلحة بسلطانة عمان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات واكد رئيس اركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الرسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعومانية مشيرا الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز اواصل التعاون في مختلف المجالات العسكرية من جانبه اعرب رئيس اركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان عن تطلعه ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعومانية والملحق العسكري العماني بالقاهرة استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خالد العناني وذلك في اطار اللقاءات الدورية لمتابعة الترشيح المصري للمنصب اكد عبد العاطي خلال هذا اللقاء على اهمية استمرار التواصل على المستوى الدولي للتعرف على رؤى الدول الاعضاء بهدف تقديم المرشح لرؤية انتخابية شاملة تعكس تطلعات مختلف دول العالم للمنظمة العريقة كما وجه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لحملة الترشيح والبناء على التأييدين العربي والافريقي اللذين حاضية بهما المرشح المصري ضمن قرارات القمة العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الأخير عقد وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير بدر عبد العاطي اجتماعا نفط راضيا مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جناف في إطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية في الخارج نقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالإعداد للدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جناف والتي تبدأ أعمالها في السادس من سبتمبر الجاري وتستمر لقرابة شهر وكذا التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها بجناف في يناير المقبل وأوجه عبد العاطي البعثة المصرية في جناف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر مؤكدا على أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى أنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وتجويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها السابت فعلا وقونا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصارة أو تحقيق الأمن أعربت مصر عن رفضها التام لتصريحات التي أدل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي حاول من خلالها أزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة وأكد بيان لوزارة الخارجية على رفض مصر لجميع المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن وحملت مصر الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وأكدت مصر حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة وصف مسؤول إسرائيلي تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو بالخطيرة جاء ذلك بعد تصريح بايدن بأن واشنطن بصدد صياغة مقترح بشأن صفقة الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة دون تشاور مع نتنياهو دون تشاور مع نتنياهو سيتم صياغة مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة فيما سيستمر التشاور مع مصر وقطر بهذا الصدد جملة لا لبس فيها قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن تشير إلى التساع الهوى بين واشنطن وحليفتها الأكبر في المنطقة وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لا يبذل جهودا كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار وأشار مصدر مطلع وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي إلى أن بايدن اجتمع مع فريقه للأمن القومي لتحديد الاستراتيجية الخاصة بالدفعة النهائية بشأن الاتفاق وانضمت نائبة الرئيس كاملا هاريس خلال اجتماع مع فريق التفاوض بشأن صفقة المحتجزين وفقا لجدول البيت الأبيض موقع أكسيوس الأمريكية نقل أيضا عن مسؤول إسرائيلي وصفه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد رئيس الوزراء الإسرائيلية نتنياهو بالخطيرة وفي توقيت خاطئ وخاصة أنها تأتي بعد يوم من انتشال جثث ستة محتجزين بينهم أمريكية نتنياهو أشار أيضا خلال مؤتمر صحفي إلى أن أي مرونة تبديها إسرائيل تحت الضغط الحالي ستكون استسلاما لحماس وأنها لن تقبل باستمرار الأوضاع الحالية في الجبهة الشمالية حماس اعتبرت تصريحات نتنياهو تأكيدا جديدا على أنه هو المعطل لصفقة التبادل واتفاقي وقف إطلاق النار وأشارت إلى أن بإمكان جميع المحتجزين العودة إلى عائلتهم فورا وأن كل تأخير بإبرام اتفاق يعني تعريض حياة المزيد من المحتجزين للخطر واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثفة لمناطق مختلفة في قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين بعد الثلاثمائة من الحرب وأفادت السلطات الصحية في غزة أن الساعة الأربع والعشرين الماضية شهدت ارتكاب الاحتلال ثلاث مجازر في القطاع مما أصفر عن استشهاد ثمانية وأربعين شخصا وإصابة سبعين آخرين وأضافت السلطات الصحية في غزة في بيانها اليومي أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى أربعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين شهيدا وأربعة وثسعين ألف ومائتين وأربع وعشرين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة طولكرم شمال الضفات الغربية برفقة جرفات عسكرية وتمركزت في عدة أحياء منها وعلى مدخل مخيم طولكرم وأفادت مصادر محلية أن جرفات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية والممتلكات في مدخل المخيم هذا واستشد طفل فجر اليوم بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء مخيم طولكرم في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطا شرق نابلس شمال الضفة كما اقتحمت قرية مثلث الشهداء جنوب جنين بعدد من الأليات العسكرية برفقة قوة راجلة ونشرت قناصة على أسطح بعض البنايات دون الإبلاغ عن اعتقالات كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزك برامالله الضفة الغربية ميدان وقتال هكذا قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التعامل مع الضفة وتبرير عملياتها العسكرية المستمرة في مدنيها ومخيماتها منذ نحو أسبوع والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين فضلا عن التخريب المتعمد لقوات الاحتلال لكافة سبل ومناح الحياة هناك وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن الأحداث الأخيرة خصوصا في مدن شمال الضفة دفعت المؤسسة الأمنية إلى تغيير كبير في سياستها اتجاه الضفة الغربية مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة تم تعريف الضفة على أنها ساحة ثانوية لكن بعد العمليات الأخيرة أصبحت الضفة ساحة ثانية مباشرة بعد غزة ميدانياً ولليوم السابع على التوالي وصل جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وناقلات جند إلى جنين وواصلت قوة الاحتلال عدوانها على المدينة ومخيمها كما واصلت جرافات الاحتلال وآلياته عمليات تجريف وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وذلك بهدف إلحق أكبر أذن بالاقتصاد المحلي الفلسطيني والتضييق على الفلسطينيين أما في محافظة الخليل فلليوم الرابع على التوالي واصلت قوة الاحتلال حصارها المشدد على المحافظة وأغلقت العديد من الطرق الفرعية والرئيسية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية كما اعتقلت قوة الاحتلال فجر اليوم عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها لبلدة إذنى وسعير ومخيم الفوار وبلدة بيت آمر وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي خلال الاقتحام ولم يبلغ عن وقوع إصابات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لخارطة تضم الضفة لدولة الاحتلال يعد استخفافا بشرعية الدولية ولقراراتها وتحديا سافرا للجهود الدولية المبدولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع إشكال الجرائم ضد الفلسطينيين في تجسيد عملي لمحاولة نفي لجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة طريق تهجيره من أرضه ووطنه قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفاضي أن بريطانيا فعلت الصواب بتعليقها بعد ترخيص الأسلحة إلى إسرائيل دعا الصفاضي جميع الدول إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب وأضف أنه بدون عواقب حقيقية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لن يوقف من عدوانه على غزة وضفة الغربية انتقد الحاخام الأكبر في بريطانيا إفرايم ميرفز قرار الحكومة معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم ما وصفها بالدعاءات لا أساس لها بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنسانية الدولية من جهته قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلين تعليق بلاده لثلاثين من أصل ثلاثمائة وخمسين ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من جهته هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قرار الحكومة البريطانية بإلغاء نحو ثلاثين ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل قال نتنياهو إن إسرائيل لا ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو بدونها وزعم رئيس حكومة الاحتلال أن الجيش الإسرائيلي يشن حربا عادلة ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأدى تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي وفقا لأقواله أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن تواقمها تعمل بتعاون مع منظمة الصحة العالمية وليونساف ووكالة الأونروا على تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في مراكز ثابتة ومتنقلة بقطع غزة من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية أنها تجوزت أهدافها الخاصة بحملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في غزة بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاق الحملة مشيرة إلى أنها قد تحتاج يوما رابعا لاستكمال عملية التطعيم قال ممثل المنظمة في الأراضي المحتلة ريك بيركون أن المنظمة قمت بتطعيم أكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة وقابل 150 ألف طفل كان من المتوقع تطعيمهم في سياق أشهدت لويز ووتريتج المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في الشرق الأدنى أشهدت بالنجاح المتمثل في تطعيم عشرات الآلاف من الأطفال فيما قالت ووتريتج أن توزيع الآمن لتطعيم في قطاع غزة يعد تحديا كبيرا إن إحدى أكبر المشكلات التي نوادهها وواحدة من أكبر التحديات هي في الواقع التوزيع الآمن للتطعيم إن التنقل في قطاع غزة أمر خطير للغاية كان هناك الكثير من الضربات منذ منتصف الليل وحتى الصباح هناك بعض فترات التوقف على مدار اليوم ولكن هذا ليس مضمونا نحن لا نضمن السلام للناس ونحن بحاجة حقا إلى ذلك للوصول إلى جميع الأطفال هذا وتواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة المزيد من التفاصيل حول تلك الجهود والعراقيل التي تمارسها قوات الاحتلال نتابعها مع الزميل باسم أبو العني المراسل التلفزيون المصري تحياتي إليكم من محافظة شمال سيناء ومن مدينة العريش وتحديدا من منطقة تمركز وتموضع شاحنات الإغافة التي من المزمع أن تتجه إلى قطاع غزة نحن اليوم في اليوم رقم 333 للعدوان على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني وكما ترون في هذه المنطقة من حوله توجد المئات من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية ومواد الصحية لشعب غزة شعب الفلسطيني وتنتظر دخولها ويأتي هذا التأخر في دخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة نتيجة للتعنت الإسرائيلي الذي بدأ بقصفه لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وأنهاه تماما وجعل دخول المعونات إلى قطاع غزة مستحيلا حتى بدأ معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي يدخل من خلاله المساعدات إلى قطاع غزة ومن هنا بدأت المعاناة حيث يتم التطقيق الشديد في المحتويات التي تقلها كل شاحنة على حدة ويتم إرجاع العديد منها من دون إبداء أسباب أو بإبداء أسباب حيث أعاد بالأمس أمام نظرنا شاحنتان محملتان بمواد طعام دقيق دقيق للخبز تم إعادتها ومن دون إبداء أي أسباب يأتي هذا في ظل التعنت الإسرائيلي مع الشاحنات ومع المنظمات الدولية حيث أعلنت منظمة الإغاثة والطوارئ الدولية تعليق عملها في قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي نتيجة لقصف سيارة تحمل أعلام الأمم المتحدة هناك واتخذت التصريحات والإجراءات القانونية ووضعت الأعلام المميزة لها ومع ذلك تم قصفها ننتظر دخول المزيد من هذه المساعدات بعد الجهود المصرية والجهود الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إنفاذ هذه المساعدات بشكل متزايد بما يتناسب مع احتياجات القطاع الإنسانية والطبية والصحية السادسة متواصلة ونتابع فيها روسيا تنشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في بلغورود لحمايتها من الهجمات الأوكرانية المتكبرة قالت وكالة رويترز إنه جوما روسيا استهدف بنا تحتية في أوكرانيا في منطقة سومي بالشمال شرق البلاد ومنطقة دينيبرو وبيتروفيسك وسط البلاد من جهة أخرى قال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين من بينهما طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات قتلاء في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد فيما لقي شخص ثالث حتفه في هجوم صاروخي على مدينة دينيبرو وسط أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نشرت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بيلغ رود هذا وتتعرض بلدة بيلغ رود والمناطق المجاورة لها للقصف والهجمات الأوكرانية منذ فترة وفقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب محمد عبد العزيز أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطية مشيرا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وأن له الكثير من المردود الإيجابي البالغ على المستوى الدولي من جانبه وجه عضو اللجنة الشرعية عن حزب التجمع النائب عاطف المغوري الشكر والتقدير للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نخبة من الخبراء القانونيين مشيدا بجهودهم التطوعية في هذا الشأن التي أصفرت عن منتج يتواكب مع تطور العصر ويتواكب مع تطور التحقيقات والجريمة والعقوبة ويحقق منظومة كاملة لكافة جوانب متطلبات العدلة وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام الشكر والتقدير للجنة الشؤون الدستورية والتشرعية بمجلس نواب على قبولها نظر الطلب المقدم من نقبة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية واخرى الاجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية بالمجلس أشهد نقيب المحامين باستيعاب لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية لجميع الأراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيد مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمنات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري أشهد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بالدور المهم الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عملية التنمية التي تشهدها البلاد جاء ذلك خلال لقائه برئيس الأمانة الفنية للتحالف السفيرة نبيلة مكرم لبحث سبل التعاون بين الوزارة والتحالف في أوجه العمل المجتمعي وخدمة المواطنين والأسر الأولى بالرعاية شهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف منها مشاركة التحالف في معرض أهلا مدارس الرئيسي إضافة إلى تخصيص موقع للتحالف الوطني داخل كل المعارض السلعية الدائمة بكل المحافظات أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 52 مليون و756 ألف و339 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلق النسخة الثانية في الحادي و30 من يوليو الماضي وحتى الثاني من سبتمبر في جميع محافظات الجمهورية ووضحت الوزارة أن الحملة قدمت أمس مليون و835 ألف و499 خدمة مضيفة أن الحملة قدمت 711 ألف و655 خدمة من خلال قطاع رعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ونحو 419 ألف و870 خدمة من خلال قطاع رعاية العلاجية إلى جانب تقديم 105 ألف و765 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة كما قدم قطاع الطب الوقائي 49 ألف و105 خدمات بالإضافة لتقديم 100 ألف و410 خدمات من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 70 ألف و338 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات وجه وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو بأعداد مقترح متكامل لتطوير منظومة الأداء بمكتبة الخامس عشر من مايو وخطة برامجية شاملة لمركز الثقافة والفنون وإنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الفنون للمعاصر في أسرع وقته كما وجه وزير الثقافة خلال جولته التفقدية لعدد من المواقع الثقافية بمدينة الخامس عشر من مايو بأهمية تزويد المكتبة بأحدث إصدارات قطاعات الوزارة المعنية بالنشر مع أهمية استغلال قاعات المكتبة في إقامة ملتقيات متنوعة للرواد من الأطفال والنشأ كما شدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروع إنشاء مركز الخامس عشر من مايو للثقافة والفنون ليكون جاهزا لتقديم خدماته في أقرب وقته وتقديم مختلف العروض الفنية المتنوعة لرواد المركز فور انتهاء أعمال الإنشاء أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف التزام مصر بمواصلة إصلاحات التعليم والتركيز على تعزيز المهارات الحياتية جاء ذلك خلال لقاء مساعد مدير عام التعليم بمنظمة اليونسكو ستيفانيا جيانيني على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر أسبوع التعلم الرقمي عشرين أربعة وعشرين بالعاصمة الفرنسية باريس لبحث سبل تعزيز التعاون المتبادل مع اليونسكو في مجال التعليم قبل الجامعية وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المشروعات المستقبلية للوزارة والتي تشمل تقديم الخبرات في تطوير منهج العلوم والرياضيات واللغات في المرحلة الثانوية وإنشاء منصة تعليمية باعتماد اليونسكو مع تدريب المعلمين والطلاب على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودعم التعليم الفني بجميع جوانبه بالتعاون مع الشركات العالمية أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع منظمة اليونسكو بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم كما أكد وزير التعليم خلال لقائه فرانك فان كابلي رئيس قسم التعليم الرقمي بمنظمة اليونسكو على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 20-24 بفرنسا أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمة في تعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تطبيق الآليات التي تساهم في مواكبة الخريج للتطور التكنولوجي العالمي والثورة الرقمية لتكون مواصفاته مناسبة لسوق العمل ولوظائف المستقبل من جهته أعرب كابلي عن تقديره لمصر ولجهودها المستمرة في تطوير التعليم مثمنا التعاون بين المنظمة والوزارة في العديد من المشروعات التعليمية شهدت مدينة العريش انطلاق معارض أهل المدارس لتوفير جميع الاحتياجات المدرسية قبل بدء العام الدراسي الحالي يأتي ذلك في إطار استكمال الدولة جهودها للتخفيف على المواطنين بجميع المحافظات في إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطن بجميع المحافظات شهدت مدينة العريش انطلاق معارض أهل المدارس بمشاركة أكثر من تسعين عارضا لكافة الاحتياجات والمستلزمات المدرسية من ملابس وحقائب مدرسية وأحذية احنا جاينا نشوف حال المواطنين فرحتهم بعودة المدارس وفي جو من الأمن ومن الأمان ويمكن السادة النوار حقيقي ليهم دور كبير معالي نائب عزيز يعني نعايا النهاردة في هذه الجولة استمعنا العدد من المواطنين اللي هم يعني يشتروا والأسعار حقيقة مناسبة جدا بالنسبة لهم يعني أولياء الأمور والطلاب المترددون على معرض أهل المدارس بمدينة العريش أشهد بقدرة المعرض على توفير كافة المستلزمات المدرسية بسعر مناسب وبجودة عالية بما يلبي كافة الاحتياجات أن المعرض هنا متنوعة جدا من شنط وملابس وأحذية وكراريس كل ما هو متطلب موجود عندك من حضانة لحد السنوية العامة موجودة لحد اللانش بوكس بعنواحها لو فيه مثلا حدث مدرس خاصة حتى فيه هدايا وفيه مسلزمات مدرسية متنوعة عن العامل السابق واللي قبله لا بصراح الأسعار هي ناحية وخالص يعني مكرنا برد النص بالنص والحاجة كويسة بصراح معرض أهلا مدارس بمدينة العريش يقيم بالتعاون بين محافظة شمال سيناء والغرفة التجارية بالمحافظة ويستمر حتى الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي بأسعار تقل عن مثيلاتها في الخارج بنحو 20% أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بعشر سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع انهيار أحد العقارات بمنطقة أرض الجلف بمحافظة القاهرة أكدت الوزارة أنه لا توجد حالات وفايات حتى الآن وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة بينما أصيب خمسة مواطنين تم إسعاف ثلاثة منهم بموقع البلاغ وتم نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى هليوبلس للرعاية الطبية والملاحظة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء عشرين أربعة وعشرين والذي انتلق اليوم بمدينة العالمين الجديدة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعلياته على مدار ثلاثة أيام وللمزيد حول فعليات اليوم الأول من المعرض نتابع ما رصده لنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أرض العالمين الجديدة وتحديدا مطار العالمين الجديدة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء هذا المعرض الذي يصطدف عدد كبير جدا من الدول التي تعرض طائراتها المختلفة منها الطائرات المدنية والطائرات العسكرية ربما دائما الصورة تتحدث عن نفسها فالصورة من خلفي هنا تتحدث عن وجود عدد كبير من هذه الطائرات الطائرات المصنعة في الدول المختلفة نتحدث عن طائرات صناعات متنوعة نجد أن هناك يعني بروتوكولات تعاون بين أصحاب هذه الطائرات أو الشركات التي صنعت هذه الطائرات شركات بالطبع من شرق آسيا شركات من الصين شركات من مصر شركات من عدد آخر من الدول نتحدث عن ما يقرب من مئة دولة مشاركة في هذا المعرض الدولي الذي يقام على أرض العالمين هذه الطائرات كما ذكرنا طائرات مدنية وطائرات عسكرية ولكن أيضا الطائرات الموجهة وهي طائرات الدرون نتحدث أيضا عن بجانب هذا المعرض الذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك عرض جوي لعدد كبير من الطائرات العسكرية التي قامت بهذه العروض الجوية وبالطبع طائرات أيضا من مصر وطائرات من فرنسا وطائرات من الإمارات وطائرات من السعودية وعدد آخر من العروض الجوية التي ما زالت تستمر على مدار اليوم هذا المعرض يستمر على مدار ثلاثة أيام أيضا به معرض خاص للشركات لتصنيع هذه الطائرات ولكن أيضا تصنيع علوم الطيران بشكل عام تصنيع علوم الطيران وأيضا التطورات التي حدثت وهو فرصة أيضا لتلتقي هذه الشركات مع بعضها البعض أيضا لتبادل الخبرات هذا المعرض ربما من أهم المعارض الخاصة الخاصة بالطيران وعلوم الفضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام نتحدث أيضا عن وجود يعني عدد كبير من الزوار الذين جاءوا إلى أرض العالمين الجديدة الذين جاءوا إلى معرض العالمين الجديدة ومعرض الطيران الفضاء بشكل عام هذه الزيارات جاءت من دول مختلفة لتناقل الخبرات المختلفة وتناقل أيضا علوم الفضاء وعلوم الطيران ربما أيضا رصدنا بجانب هذه العروض وبجانب هذه الطيرات تكنولوجيا مختلفة تكنولوجيا الطائرات الموجهة والدرون وتطوير هذه التكنولوجيا أيضا تكنولوجيا التعامل مع الدرون والإلكتروماجنتيكس والكهرومغناطيات وهذه الأدوات الدفاعية ولذلك هي يعني وجود شركات أيضا طيران مدنية وعسكرية بهذا المعرض يعني الذي استعرض عدد كبير من الطائرات المتواجدة على مهبط أرض العالمين ومطار العالمين الجديدة هذه صورة من العالمين الجديدة والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة نتحول معكم إلى سارة ناجيبة لمتابعة أخبار الاقتصاد أهلا بك سارة تفضل شكرا نهى شكرا ليلة مجاهدين هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة أهلا بكم أكد وزير البترول كريم بدوي عمق العلاقات المصرية الإيطالية خاصة في مجال التاقة مشيرا إلى أن التعاون الممتد مع شركة إيني يعكس الثقة المتبادلة والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري وأعرب وزير البترول خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا عن تطلعه لدعم وزيادة التعاون والتكامل بين الجانبين لتحقيق المزيد من النجاحات كما أكد ضرورة مشاركة قصص النجاح المشتركة شملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وزيارة ميدانية لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية وكذلك اجتماع موسع مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوي والتقاط وتخزين الكربون والحفاظ على الأصول موسيقى التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط المدير الإقليمي لمصر واليمن واجبوتي لدى البنك الدولي ستيفان جونبيرت وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعدد الأطراف لمصر واستعرضت رانيا المشاط محفظة تعاون الإنمائي الجارية من خلال المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 5 مليارات و400 مليون دولار لتنفيذ 12 مشروعا في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة والتعليم والصحة والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية ودعم الموازنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة وتحول الأخضر أكد وزير التاموين شريف فاروق على عمق العلاقات المصرية السودانية مشددا على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والتي تساهم فيها الشركة القابدة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التنوين وذلك لمتابعة موقف التعاقدات مع اللحوم وخلال اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية أن الشركة تقوم بعمل الترتيبات اللوجستية لتأمين اللحوم الحمراء خلال موسم عام 2025 وبخاصة موسمي رمضان وعيد الأطحى مما يساهم في استقرار أسعار اللحوم بالسوق المصري أنهت البورسة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تدولات بلغت ثمانية مليارات وثلاثمائة آلاف جنيه ليصعد رأس المال السوقي ثمانية عشر مليار جنيه عند مستوى تريليونين ومئة وسبعة وعشرين مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع معشر إي جي أكس تيرتي بنسبة تلاتة وتسعين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى إحدى وثلاثين ألف وثمان عشرة نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس سابنتي متساوي الأوزان بنسبة واحد وستة وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى سبعة ألاف ومائتي وعشر نقاط وصعد مؤشر إي جي أكس هندرد متساوي الأوزان بنسبة واحد وسبعة عشرة من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى عشرة ألاف وثلاثمائة وست عشرة نقطة وأما عن أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار خام برينت خلال تعاملات الأسيوية وسط مخاوف من انخفاض الطلب بفعل تباطئ الاقتصاد الصيني حيث هبطت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة ثلاثة فاصل أربعة وستين من مئة بالمئة لتسجل أربعة وسبعين دولارا وسبعة سنتات للبرميل كما ترجع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة ثلاثة فاصل اثنين من مئة بالمئة لتسجل واحد وسبعين دولارا وثلاثة وثلاثين سنتا للبرميل وكذلك ترجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة اثنين وثمانية من مئة بالمئة لتسجل دولارين وثلاثة وعشرين سنتا للتر كذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تسعة وثمانين من مئة بالمئة مسجلة دولارين وسنتا واحدا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت المؤشرات تعافي وطيرة النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية قليلا من أدنى مستوى في أكثر من عامين والذي سجلته في الشهر السابق جاء ذلك بعد تسجيل القطاع ارتفاعا طفيفا في نمو الطلبيات الجديدة وتصارع نمو الوظائف الشهر الماضي على أعلى قراءة نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة والأنعودة من جديد إلى نوها وليلا إليكم شكرا لك إسار نهاية نشرتنا إلى عنوينها الرئيس سيسي يفتتح معارض مصر الدولي للطيران والفضاء ويشهد عرضا جويا في سناء مطار العالمين الدولي على هامشي زيارته لبكين نيابة عن الرئيس السيسي مدبولي يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ويحضر عشاء عمل رسمي مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب تأجيج الاحتقان بالمنطقة لختام العنوين نصلوا معكم لختام نشرتنا إلى لقاء